اه ونبتدي بقى بالتوقعات العاطفية لمرتبط خطوبة او ارتباط عاطفي اني قدر نقول للاسبوعين الاولين من الشهر تمانية ايجابي لك جدا الحب رائع لكن هيحصل بعد الاسبوع التاني من شهر تمانية في بعض المشاكل بينك وبين الشريك فخليك مرن ويعدي الامور على خير المتجوزين متزوجين بقى اني قدر نقول الشهر ده رائع جدا المتزوجين وخصوصا في الفترة الاولى من الشهر لكن النص التاني من الشهر في بعض يعني المشاكل البسيطة لكن هتكتزوها جدا العازب بقى لا مش مرتبط او مش في علاقة عاطفية نقدر نقول ان الشهر ده عندك انفتاح جدا العلاقات والشراقات العاطفية وهتميل للعلاقة اللي هترتاح فيها اكتر يعني عندك اكتر من فرصة هتختار المناسبة ليك واحدة منهم طيب عائليا بقى علاقتك بالاسرة او اهلك نقدر نقول العلاقة بالعائلة فيها انسجام هتحصل على دعم من كبار الاسرة هتاخد منهم طاقة ايجابية ونشاط هيبقى دعمين لك جدا لو في مشاكل على ورثة بخصوص العيلة هتتحل الشهر ده لكن المشكلة على اولادكم هيبقى فيه تأثير سلبي اداءهم الاكاديمي مش هيبقى كويس الشهر ده طيب صحيا نقدر نقول انه صحيا الامور ايجابية او الشهر ده مهنيا نقدر نقول الشهر ده انت مهنيا يا برج الثور طب يعني عندك الامور المهنية الشهر ده رائع جدا هتثبت كفاقتك قدام زميلك في الشغل واحتمال يكون عندك ترقية جبيرة